اشتركوا في القناة ويشرفني ان تكون بداية العام بداية ان شاء الله يا رب طيبة بلقائي هتبقى زي الفل بإذن الله يعني هبدأها بانه وثيقة ملكية الدولة ناس كتير اللي ليه فيها واللي مالوش فيها بيتكلم على وثيقة ملكية الدولة الا انه الخبراء دايما يطمنون على ذلك ونحن بثقة مطلقة في فخمة الرئيس متأكدين انها سوف تأتي بثمار هي الاجود بس الاول يا دكتور يعني ايه وثيقة ملكية الدولة شوف يا فندم بمنتهى البساطة خالص الدولة جمعت كل الاصول اللي عندها ووضعتها كده في كتالوج كبير وقالت دي الوثيقة ما تمتلكه الدولة المصرية حلوه طب هي الدولة بتعمل كده ليه يعني هي عملت الدليل كده كبير كويس وحصرت كل الاصول اللي عندها المستغلة والغير مستغلة استغلال من الحكومة يعني اه او من الاجهزة المعنية هلوه ما المحافظات وما شبه لزي هتعم بيه فقالتلك انا عندي عدد من الاهداف في برنامج الاصلاح الاقتصادي من ساعة ما ابتديته لازم يتحققه الاهداف دي لازم تبقى سابتة معايا ومع غيري ومع اللي بعدي ومع اللي بعدي تفضل الناس ماشية بيها زي ايه قالتلك عندي بعض من الشركات عايزة احسن من قدرتها طب ليه قاللك اصلا عندي مستهدف مش عارف اتحكم فيه اللي هو عبارة عن ايه زيادة معدلات الموليات في الدولة تمام كده فده بيزود عندي كل سنة من السنين تقريبا طلب مليون واحد للتوظيف كويس كده فعشان البي الطلب ده لازم انفتح على الاستثمار لازم اشغل البلد كلها طب تشغل البلد كلها ازاي لازم تعمل حصر الاول حصر الايه ليه ما يتمتلكه حطت ايه ده كده على اللي بتمتلكه الدولة كلها او مساهمة فيه ورح اتوضع وثيقة كده كبيرة ورح اتجمع عدد كبير من الخبراء بعد ما عملت الوثيقة من كل الجهات المعنية معارضين ومؤيدين ومختلفين وكلهم طيبين ومتمام وقالت لهم تعالوا قلوا لي رأيكم في اللي أنا بعمله ده ايه كل واحد ابدأ برأيه البيع لازم يكون على فترات لازم الدولة تتخارج من قطاعات او انشطة معينة والانشطة دي تدي اتاحة للقطاع الخاص اتاحة جبيرة اوي وهدي لحضرتك مثل قطاع السياحة في وجهة نظري دايما لازم يكون تبع القطاع الخاص ليه؟ لان قطاع السياحة ده دايما نشط مرن سريع التفاعل مع المجتمعات الخارجية والمجتمع الداخلي فما حقيتوش يقيد او يكون ليه من الخيود في البيوكراطية ما ينفعش تكون الدولة صاحبة فندق وعلشان تجيب مستلزمات الفندق تعمل استمرها مش عارف كام وتروح عندي مش عارف مين الكلام ده ما ينفعش فالدولة لقيت عندها رؤية رؤية اقتصادية بتبحث ان هي تنافس العالم فده بقى التحدي التاني التحدي الاولاني عندنا زيادة عدد الطالبين للتشغيل التحدي التاني لازم نكون في مصف الدول المتقدمة مصف الدول المتقدمة يا فندم لازم الدولة تتخارج كويس وتطرح عدد من مشروعاتها للقطاع الخاص ده بتبسيط يعني ابسط من ما نتخيل يعني انا كبني ادم لو افترضت ان انا عندي ثروة ما هينفع اكبرها او اتصرف فيها من غير معرف حجمها استحالة فالدولة الاول عرفت ايه حجم ثروتها بالزبط مزبوط وبدأت تشتغل على انا علشان اكبر الثروة دي ونميها وتفضل طول الوقت بتكبر ما تبقاش بتصغر من حيث قيامها النسبية صح فيبقى انا افضل ازودها واستغلها فجبت الخبر اللي هيقولولي نعمل ايه من كل حتة بالزبط كده والامر التاني بالنسبة للدولة ان هي ازاي تنمي الاصول الخاصة بيها علشان تقدر تكون لها مرضود مالي ما احنا مش هنفضل كل سنة من السنين نقترض من الخارج الدولة لما حطت الوثيقة دي قالت لك انا عندي مدى زمني هتقعد يقدي ايه حكومة قالت لك اربع سنين طب انت محتاج قد ايه حكومة ده الكلام ده دولة رئيس الوزراء اللي بصرح به رسم عايز 10 مليار دولار كل سنة استثمارات تزيد من القطاع الخاص داخل الاصول الخاصة بالدولة اجيب بقى استثمارات من استثمار خاص او استثمارات وطنية او عربية او اجنبية استثمار عشان الناس متفهمش غلط اللي استثمار ده عبارة عن ايه ان انا انمي الموارد الخاصة بيه حلو انتها البساطة زي ما حضرتك تفضلت عندي شوية فلوس عندي عقارات عايز اطورها وانميها عشان تفضل تجيب لي في عوائد احسن من قدرتي حلو التبسيط ده كويس حلو جدا ده بقى اكيد ليه مجهود فيه عمل بتقوم بيد دولة الحصر ده النهاردة لازم الدولة تبقى عارفة هي صحبة ايه في الاصول دي بالكامل يعني مثلا زي هيئة السكة الحديد مظبوط هيئة التأمين الصحي حلو تمام كده هيئة مثلا الطرق الكباري اي مشروعات اي كان وفيه قطعات وانشطة مساهمة فيها يعني عندها مثلا خمسين في المائة من النشاط عندها مساهمة عشرة في المائة من النشاط واما الشكل التالت من المساهمات دي ان تكون احدى الجهات الخاصة بيها هي اللي مساهمة في المشروعات القومية تمام حلو الجهاز المصرفي شركات مقيدة في البورصة او ما شبه لذلك يحصل ايه ان لازم الدولة تنطقي مجموعة من الشركات دي وتبتدي تترحى على المساهمين او المستثمرين وده اللي احنا النقطة اللي ممكن نقول الدولة هتتخارج ازاي من الشكل ده يبقى فيه ثلاثة اشكال اهو تقريبا وصفناهم للناس الدولة ممكن تتخارج منهم ازاي تتخارج منهم عن طريق البورصة تبيحها المستثمر استراتيجي تتصل بحضرتك تقول لك تعالى انتواخد 10% في الشركة دي ما تاخد العشرة في المية التانين بتوعنا خلاص احنا نخرج ده التصور اللي وضعته الدولة فيه طبعا يعني ازس او تشكيلة تانية من الخروج اه طبعا زي التأجير التمويلي او ما شبه لذلك تأجير التمويلي وبي او تيو مزبوط وهكذا طيب هنا برضو هيجي على بالي اي القطاعات سوف تتخارج منها الدولة وتقول دي متروكة بالكامل للقطاع الخاص مفيش داعي نوجع دماغنا بيها زي ما حدرتك قلت ايه الفايدة من انا يبقى فيه عندي قتلات ملك الدولة يعني مزبوط عشان يحصل ايه مزبوط فيه نقطة وخلينا نطمن الناس الاول عشان ما يجيش الناس تقولك ايه بص ده فيه طروحات والدولة بتتخارج من الطروحات دي او بيبيع الشركات دي عشان تستغنع العمالة لا الكلامنا مش موجود يعني الوثيقة دي حلو حلو وقوي ده تمام ايه وهتتفق مع المساهم اللي جاي خلي بالك الشركة دي وضعها واحد اتنين تلات اربعة هتاخدها وده الدول اللي احنا كنا دايما بنطلب به في التوصيق او في شهاد يعني في كيفية المكشفة مع المجتمع انت مداك الزمني ان شاء الله ما تاخد الشركة لازم تطورها وتعمل واحد اتنين تلات اربعة انا بحط له مدى زمني طبعا لازم يكون فيه تطوير وتنمية واموال مضافة للاستثمار وازاي النهاردة تضمن الدولة حقوقها وتضمن حقوق العاملين وازاي ان يكون فيه تطوير مش تاخدها تنيمها ولا تخصرها ولا تاخدها بغاية علشان ما ياخدش ولا تاخدها وتمشي الناس علشان ما تاخدهاش وتقول لي اصل دي اللي هي حتة ارض والارض دي انا سقعتها سنتين هبيحها وامشي الناس وديهم تعويض وامشي لا الهنبكة بتاعت زمان دي راحت بالزبط كده فالنهاردة الاسلوب والطريقة العلمية اللي بنتكلم عنها فيه لها اهداف هدف واحد ان انت تتم التشغيل اتنين التنمية الزيادة في المشروعات تلاتة ان انا بديك اتاحة ان انت النهاردة تستسمر وما يكونش ليك تنافسية مع القطاع الحكومي في حاله الدولة حطت هدف حطت عنوان اساسي افساح المجال للقطاع الخاص النهاردة هو ده المطلب الاساسي للدولة عايزة تجيب القطاع الخاص لان ترفع من على عبء الحكومة كاهل الضغوط والاعباء اللي هي من شركات كذبانة صحيح بس مش عارفة تنميها مش عارفة تزود فيها استثمار فهنكسب ايه واحد تكنولوجيا اه يعني احنا اللي بنجيب المستثمر ده تعالى هتضيف تكنولوجيا هو احسب مني في التكنولوجيا اتنين هيجيب موارد مالية من بره وانت جاي خلي بالك ده للمستثمر هات البنك بتاعك هات الدولة بتاعتك هات شريك معك يضيف اموال ماتحمينيش عبء مالي تلاتة وده في غاية الاهمية تعالى نعمل تعبئة تعليمية في القطاع او النشاط اللي حضرتك اخدته عشان نتوسع فنقدر نزيد من النشاط ده فنقدر نزود الانتاجية ويستفيد ابنائنا او يعني الاجيال القادمة بالنسبة التطوير والتدريب والتأهيل وبالذلك ده من الخطوط قطوط عريضة اساسية بالضبط العناوين الاسية الموضوعة من الوثيقة عشان كده اقول اكمل لو فيها حاجة عشان كده اقولها الاول فاندم قبل بطع الفاصل طيب دولة رئيس الوزراء انه هو هيشكل لجنة بمتابعته رسميا وبعدد من الجهات عشان الناس تطمئن عدد من الجهات الرسمية داخل الدولة هي لكيفية تطبيق هذه الوثيقة بس حاجة وقوي الكلام ده هستأذن هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام مع ضفنا العزيز خبرنا الاقتصادي الكبير والبارس دكتور مصطفى بدرة استنونا اهلا بحضرتكم مرة تانية وبنتكلم على وثيقة سياسة ملكية الدولة واللي وافق عليها فخامة الرئيس بيفاهم هلنا ويشرح هلنا ويحلل هلنا دكتور مصطفى بدرة وقال لنا عنوين رئيسية مهمة جدا مسألة الحاجة تتاخد ونستغنى عن العمال انسى الحاجة تتاخد ونسقع الاراضي والعقرات بتاعتها وبعدين نبيع انسى الحاجة تتاخد وما نستثمرش فيها وما نكبرهاش انسى ما نرفعش قيامها المضافة انسى ما نطورهاش ونطور بنيتها التكنولوجية والتدريب بتاع العمال برضو انسى لحد كده كلام جميل جدا ارحب مرة ثانية بدكتور مصطفى بدرة طيب احنا كنا بقول ان في قطاعات الدولة تقول انا اختيها خطوتين اللي ورا وزق القطاع الخاص اكتر ابرزها ايه بس يا فندم اللي ممكن تتخارج منه الدولة زي قطاعات في كثير منها في الصناعة التطور الصناعي الكبير الدولة النهاردة بتدي اتاحة كبيرة جدا للمصنعين وطبعا هتلاقي قطاعات في القهربة وهتلاقي قطاعات في تحليت المياه والشرب وما شبه لذلك وده هيدي اضافة كبيرة جدا لزيادة التطوير واسمح لي انا هقولك من وثقة الملكية الارقاب عشان يبقى ايه موسط قالك فيه يعني في القطاعات دي 62 نشاط الدولة هتتخرج منهم نهائيا تمام وهتدي اتاحة لرجال الاعمال وللمستثمرين سواء الاجانب العرب المصريين وطبعا الاولوية هيكونوا للمصريين بانه هي الدولة بتتخرج خالص واحد هتطبق معه المعايير الدولية يعني زي ما هيكون فيه ليه قدرة تنافسية هتكون لكل القطاع الخاص يعني مش هيكون فيه تمييز ما بين مستثمر ومستثمر اخر فاللي عاوز يستثمر اهلا وسهلا طبعا دي ببنجدة السيد رئيس الجمهورية واكتر من مرة تحدث وطبعا حضرتك تعلم مثال مثلا الصوب الزراعية مثال مثلا اللي هي الاسماك اللي بيتم استزراحها طبعا عندك 56 نشاط قالك فيهم يا اما هنثبت الاستثمار بتاعهم او نخفض استثمرتهم ده للدولة يعني هنثبتها يا اما هنخفض فيه 76 نشاط هيتم زيادة الاستثمارات او هنثبت زي كده ممكن تلاقي التعليم فيها وهتلاقي في الصحة فيها ولكن هتلاقي فيه العديد من الانشطة الاخرى مثال مثلا النقل مثال جزء برضه منه في التعليم ما هو الدولة مش هتنسلخ من جدور الوضع الاستثماري داخل الدولة ولكن بتحاول ان هي تهيئة تهيئة بتقابل المجتمع الغريب او الغربي تزيد تنفسيته ده التصور اللي الوثيقة وضعته حلو بدايته ان شاء الله اعتبارا من اليوم اللي هو يوم واحد من ساعة ما فخامة الرئيس صدق عليه و وفقت عليه الحكومة ويطرح بقى خلال الفترة اللي جاية هتلاقي بقى في حضرتك شركات ابتدت تطرح وهيبتدي يتم انتقاءها تعرض على المستثمرين سواء في الخارج او في الداخل والنهاردة دولة رئيس الوزرة اعتقد كان بيراجع مع رئيس هيئة الاستثمار الحملات الترويجية لتطبيق الوضع ده لوصيقة الملكية وفخامة الرئيس النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا لكيفية رؤيد الصندوق السياد المصري في زيادة الاستثمارات او توجهه للتعاون لجذب العديد من الاستثمارات لمساهمته في الملكية ولولي رسالة بسيطة بعديزنا حضرتك اربوك افاندو اعتبرها ده احلى ختام ليدا ربنا خليك تخيل حضرتك نحن في العام اللي هو عشرين اتنين وعشرين ما كناش بنشوف صندوق السياد المصري الا ما بيكون ليه نجاحات بارزة يعني ابتدى يحقق نجاحات بارزة رغم دخوله في الفترة القصيرة صحيح البسيطة اللي هم الاربع خمس سنين رغم ان الدول العربية الشقيقة الدول طبعا مثال الكويت من اقدم السنديق السيادية في العالم كله وما حدش بتكلم النجاح يا فاندي من النهاردة ازاي توجد فرصة للدولة تصنع منها استثمار علشان تقلق الاستثمار ده لازم تهيئ البنية بعيد عن البيوكراطية وما شبه لذلك اخيرا بتقولي بقولي الكلام ده ليه علشان يعني المبالغات في حكاية ان كل شوية جهة او هيئة بتعمل صندوق او بتعمل استثمار ده بيزيد الناس احباط وبعدين بيفقد الثقة خلونا ندعم الجهات ونصق في القيادات طبعا علشان الناس دي تبقى وثقة ان هي شايفاها المجتمع بيحقق نجاح يوم بعد يوم انا بتكلم على مين على الصندوق اللي بتعمله هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس هيئة نكحة طبعا هيئة عالمية بيبصلها العالم بمنظور من الرياضة في العالم فلما تعمل صندوق النهاردة استثمار اعتقد كم من مبلغة من كثير من الناس اللي بتكلموا عنه بطريقة لان تليق بالحقيقة ولا بالاستاذ المسجدين هعذرهم على ان هم يمكن مش فاهمين المواد القانونية اوي فانا هلتمس اليوم العزر الاول انا عايز اشكرك يا دكتور نورتنا وشرفتنا وانا اتفائل جدا بوجود حضرتك معنا تبقى سنة سعيدة علينا جميعا يا رب وكلها هتبقى ممتلئة بالنجاح اشكرك جدا 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 شكرك كل سنة وحضرتك ربنا خليك فانا